اشتركوا في القناة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية وشارك في الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والجمهورية الفرنسية واليابان وممثل والأمين العام للأمم المتحدة وصدر عن الاجتماع قرار أكد التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وتقديم المساعدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في أفغانستان وأهب القرار بالمجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ومستمرة لأفغانستان مؤكدا أن المنظمة ستلعب دورا رياديا في إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب أفغانستان وناشد القرار جميع دول العالم ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية بمواصلة تقديم كل المساعدة الممكنة والضرورية للتعافي والتعمير والمساعدات الإنمائية والمالية لأفغانستان كما أكد على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان وضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان كمنصة أو ملاذ للتنظيمات الإرهابية كما صدر عن الاجتماع قرار بشأن فلسطين ومدينة القدس الشريف أكد فيه على مركزية قضية فلسطين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأدان الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل لتغيير المركز القانوني وطابع مدينة القدس الشريف وأكد القرار على أن مفتاح أي حل حقيقي للسلام يبدأ من مدينة القدس والحفاظ على مكانتها ووضعها التاريخي القائم لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف